هلو مي ديري ستورينز ولكم انزي فرس لكتشور ان ماس تو برايماري فايف معاكم استرسائي لابرحمن اهلا بكم طلبة وطلبات الصف الخامس ببتدائي برايماري فايف في الماس ان شاء الله النهاردة هناخد يونت وان باذن الله هنلاقي نتيجة كويسة يونت وان بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجة اسمها الناتشرال نمبر تعالى كده نشوف الناتشرال نمبر دي اهيه طب عشان نعرف الناتشرال نمبر لما انا ابدأ اقولك كده نعمل كاونت للفينجرز فهتعمل starting from 1 يبقى 1 2 3 4 5 6 and so on عشان كده دي سمناها الكاونتنج نمبرز فانا هنا عندي حاجة اسمها counting نمبرز دي ست اللي هي 1 2 3 4 and so on لما نعمل لها add zero يعني start from zero فبسميها الناتشرال نمبر لها ال in دي سمبلز بسميهم كده يعني 0 1 2 3 4 and so on يبقى انا عندي في حاجة اسمها counting نمبرز the starting from 1 the natural number starting from 0 نخلي بالنا كويس اوه من هنا لاني سعب يجيل يقولي the smallest number in counting is all 1 the smallest number in natural number يبقى ساعتها هنا اقوله الزيرو فخلي بالي هو اعاوزها فاني ست بالظبط طيب احنا خدنا في the first term عندنا في حاجة اسمها belong و not belong و subset و not subset امتى هستخدم لما يكون عندي element و set امتى هستخدم و not subset تعالى كده نشوف example عندنا two مع in the two d هي element اسأل نفسي الاول هي element ولا set element طب عرفت من هنا مسترنا element عشان مفيش braces تمام طيب يبقى هنا the two d هي في ال in ولا لا احنا اتفقنا لل in فيها numbers كلها without decimal و fraction يبقى ال in ما عندهاش ل decimal ولا fraction تمام حتي اللي كويس اقل تمام فيبقى ال two existing in يبقى انا هنا هقول belong طيب هنا the two وال in اسأل نفسي برضى the two here element ولا set هنا بقى ايه set ليه عشان فيه braces بتاعتي تمام دول بسميهم قلنا braces طيب يبقى هنا هي موجودة لا قلنا هي موجودة يبقى هنا subset طيب نجي للي بعديها الزيرو كده zero existing in يقبر دك subset ليه subset عشان خاطر دي set طيب الزيرو ده آه هنا الزيرو مع ال in الزيرو existing in بس المرة دي الزيرو ده element يبقى هنا belong طيب 22.22 with in احنا اتفقنا لل in لا فيها decimal ولا fraction يبقى ده كده not exist طيب ده element ولا set ده كده element يبقى هي not belong هنا 55 هل ال in دي هي zero one two three four stop لأ هتلينا نعمل لك space space دي مش complete space دي يعني معنا has no end يعني infinite set فعشان هي infinite set يبقى 55 exist in n وال55 هنا دي set مش element يبقى هنا subset طيب two four six two four six exist in two and zero zero point two هنا بقى ما فيه two exist in in بس zero point two not exist in عشان احط subset must be in all element in يعني exist in in وهنا انا عندي zero point two not exist in عشان كده لا ازم اقول ايه not subset طيب الفاي هذه اسمها فاي يعني فاي مستر يعني الاميت set اللي هي null set يعني ببساطة اللي هي has no element فهنا الفاي احنا اتفقنا من فرستر ان هي subset from any set طيب 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 دي اول جزئية الجزئية التانية انا المفروض ان عندي numbers من zero one two three four and so on دي اللي احنا اتفقنا عليها natural number خدنا احنا zero one two three four numbers natural number دي وعملنا لها السمنية عملنا لها divided 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 لحاجة اسمها even number اللي هي zero two four six eight and so on وعملنا حاجة اسمها odd numbers اللي هي one three five seven nine and so on طيب وعندنا احنا خدنا في primary four حاجة اسمها prime numbers اللي بسميها بي اللي هي two three five seven eleven and thirteen and so on يبقى لازم بعارف مين هي the e من هي the o من هي the b من هي the counting numbers من هي the n اللي هي natural numbers تمام طيب في عندي شوية نوتس مهمة جدا 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 طبعا احنا مفروض ان احنا فاكرين ان اليو اللي هي العاملة زي اليو دي دي ما اسمناش يو اسمها union واللي عاملة زي ال n دي اسمها intersection طب الفرق بين اليونيون وال intersection اليونيون يعني all elements يعني هنكتب كل elements اللي في e وال o انما ال intersection معناها common element between e وال o يعني اللي موجود في e وال o مع بعض تمام فانا هنا لو خدت example كده بسه عشان نشرحه ال e وال o لو انا قلت له محاوزة اعمل union هلاقي مين ال n انما e intersection ال o مش هلاقي هنا في common خالص يبقى هيديني equals phi تمام طيب دي بقى ما اسمهاش minus باسمها difference يعني ايه difference يعني element in first not in second اللي في e not in o فانا عارف ان the e كلها not in o فيبقى e difference o تبقى equals e فالنوتس دي لازم باحفظها كويس جدا 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 نجي بقى ال point تاني في عندنا حاجة اسمها number line بس قد ما نشرح ال number line الجديد ده عندنا لازم انا فتكر بس حاجة الاول في عندنا حاجة اسمها listing method وحاجة اسمها description method لو انا جيت هنا هو هلاقي دي كده اسمها description method ليه بسمها description method لانه هو كتب لي common property between the numbers يعني هو كتب لي حاجة مشتركة بين الحاجة اللي هو عاوز وصل الله فهنا كتب لي x equal a the two point اللي بسمهم where a belong to n where a is between 0 and 4 فهو هنا عاوز ال numbers between 0 and 4 فانا مفروض ان انا هعمل له braces وهكتب 1 2 3 stop اوكي انا عاوز ال 0 between 0 and 4 طيب فانا هنا عملته النمبر line النمبر line بتاعي دوت بكتب الزيرو في الليفت بعد كده من 1 2 3 4 and so on بعدين بنعمل circles على الزيرو وال1 وال2 وال3 طيب نشوف اكزامبل تاني هنا انا عاوز ال numbers الى less than 3 الى less than 3 هلاقي 0 وال1 وال2 طيب هنا لازم خلي بالك هنا انا مكنتش كتبهم بال symbols زي كده انا كتبهم باللتر بس هو لازم هيجيلي بال symbols دي فلازم بعارف ان دي اسمها less than تمام لو هي وشها ناحية التانية ناحية الايه هتبقى اسمها more than طب دي بقى اسمها less than or equal يبقى لما يحطي اليداج تحتها كده اسمها or equal طب ديت تبقى اسمها more than or equal طب الفرق يا مستر ما بين دي ما بين دي الفرق بسيط جدا ان ديت لازم ابقى عارف ان less than 6 يبقى هياخد النمبر less than 6 only بس يعني 5 وال4 وال3 وال2 وال1 وال0 اما لما يقول لي less than or equal 5 يبقى start from 5 لازم ابدأ بال5 معي يبقى 5 4 3 2 1 0 طيق هنا بقى هذه دي مور than or equal 3 اسمعتك هو هنا start from 3 يبقى 3 4 5 6 طب انا هعمل سؤون ازايك فبنعمل الري ده بقى اوك طيق هنا بقى انا هارهلكم بعد كده هفهم كنا اعملي بالظبط e where e belong to n and to less than or equal e less than or equal 5 ايه لا طب انا اعملها ازاي ببساطة انا عاوز النمبرز between 2 and 5 النمبرز between 2 and 5 السري وال4 بس هنا اعمل لي equal وهنا اعمل لي equal يبقى start from 2 و end from 2 5 يعني اهنا هنا هيبقى 2 و 3 و 4 و 5 اوك طيب نقل point تاني تعالا كده ناخد put bigger smaller or equal تمام 908 9008 where is the bigger yes 9008 number 2 5075 5057 where is the greatest yes 5075 2239 2229 where is the bigger yes yes 2239 طيب هنا بقى كل ده احنا اخدناه في primary 3 primary 2 primary 4 ده بقى الجديد الجديد من هنا كتب لي x plus 18 x plus 17 where x belong to n يعني بكل بساطة هو بيقول لي خد اي number في n واعمله plus مرة مع 18 ومرة بعد plus مع 17 وشوف هيبقى مين البجر وهقولكوا تعملوا ايه في الاخر تمام فهنا هياخد مثلا example كده هاخد numbers 1 1 plus 18 تبقى 19 1 plus 17 equal 18 where is the greatest 19 يبقى هنا x plus 18 greater than x plus 17 تعالي تعالي number 2 x minus 18 و x minus 17 بص بقى اخلي بالك هنا كتب لك ايه where x is a natural number greater than 20 يعني ايه الجملة دي يعني هو بيقول لي اني خد ال x دي اللي مكتوبة هنا ديت خدها اي number بس يكون greater than 20 اه صح لاني ما ينفعش اقول 1 minus 18 انا ما خدتهاش دي ما عرفهاش ما ينفعش صحي كده can't be اه فعشان كده هناخد مثلا 20 20 minus 18 تبقى 2 20 minus 17 تبقى 3 مني greater 3 عشان كده x minus 18 smaller than x minus 17 داي في دول بقى وانا مستر لازم اخد number طبعا لا قال لي لما تلاقي plus تاخد greater تاخد مين greater هنا 18 وهنا 17 لا يبقى 18 هو greater طبعا لما تلاقي minus تاخد اللي smaller يبقى هو دا greater تمام يعني هنا 18 وهنا 17 يبقى 17 دي smaller انما في المينس بتديني دا كله على بعضه يبقى ايه greater اكي طبعا x 75 where x belong to 30 21 32 33 اه يعني بيقول لي يجرب النمبر دي شوف مين فيهم اللي هيبقى greater ولا smaller من 75 لو انا بصيت كده لكل النمبر دي هلا النمبر دي كلها smaller than 75 25 تبتعد اللي تحتها y and 18 where y belong to 20 21 22 23 24 لو انا بصيت كده خدت بالي هلا يقول النمبر دي greater than 18 عشان كده تبقى y greater than 18 اكي طبعا هنا z و 35 where z belong to 35 اه يعني بيقول لي اي خلي الزد دي بcertify لو انا خليت الزد بcertify فكده بقى ايه equal okay طيب تعال بقى انا اخد حاجة تانية في عندنا حاجة اسمها addition and subtraction operations on end طبعا احنا عاوزين يعني addition يعني subtraction طبعا احنا عاوزين addition ده plus وال subtraction اللي هي minus طيب في عندي اول لازم بيكون عارف شوية the properties لو انا قلت 6 plus 4 6 plus 4 هتبقى equals كام 10 طب التان دي هي in n ولا not in n لا in n عشان كده بسميها closure بسميها ايه closure طب نخلي بنا بتكتب ازاي بتكتبها a plus b belong to n يبقى لما لقي a plus b belong to n دي ال property بتاعتها اسمها ايه اسمها closure اكي طيب لما عمل 2 plus 5 هيدوني 7 لما عمل 5 plus 2 هيبقى equals 7 ايه اللي انا عملته هنا عملت replace بس between 2 و 5 لما عمل replace دي اسمها commutative اسمها ايه commutative يبقى لما اقول a plus b equal b plus a this property is called is called commutative اوكي يبقى نخلي بقلي بحفظ ال name واحفظ هو d معناها ايه اوكي number 3 لو انا قلت 2 plus 1 plus 5 هيدوني كام هيدوني 8 طب لو انا عملت 2 plus 1 الاول وبعدين عملتهم plus 5 2 plus 1 3 3 plus 5 8 طب لو اعملت 5 plus 1 6 6 plus 2 8 ايه ده ده نفس ال result صح؟ اه بس ايه اللي انا عملته ان انا عملت plus لدول الاول وعملت plus هنا الاول اللي انا باعمله في ال bracket ده اسمها associative اسمها ايه associative اسمها ايه associative اوكي طيب number 4 ايه النمبر اللي انا عمله plus 7 7 يبقى equal 7 0 يبقى 7 plus 0 equals 7 عشان كده دي بسميها additive identity نخلي بالنا منها كويس قوي دي عشان بيجي دي complete أو choose يقول اذا additive identity in in is اقوله انا mean zero اوكي طيب البروبيرات دي باع احنا عاوزين نستخدمها عشان نحال نجيب بها find the result طيب على كده نشوف بيقولي 28 plus 15 plus 72 انا المفروض اعوز اعمل دول plus اه طب ما تيجي يا مستر نعملهم في draft ويه نطلع ال result بتاعتنا اقولك wrong ليه مستر طب بلاش يا مستر نعمل draft نعملها عالك الكليتر اقولك wrong ليه لانه هو هنا بيقول لي use properties use commutative and associative وخلي بالك كمام من كلمة state the property used يعني كلمة state يعني write the name of property write اكتب لي البروبيرات دي اللي انت عملتها دي اسمها ايه تمام طيب فانا هنا هاخد 28 plus 72 الاول بعدين عملهم plus 15 زي كده تمام اهي يبقس 28 plus 72 plus 15 الا انا عملت عملت replace between 15 و 72 يبقى كتبت كده commutative طيب بعد كده احط bracket between 28 و 72 بيسمها associative لما عمل 28 plus 72 يطلعولي 100 plus 15 هيتلعولي 115 أي number هيتلعلي ده ن فبقول عليه closure اوكي طيب هو مصدق ان لي عملت 28 plus 72 بعدين عملتها plus 15 انا بس هاجري بيت كده شوية ما نبصش على example تعال نشوف اللي اكتوب ده كده هنا هلاقي 1 plus 9 2 plus 8 3 plus 7 4 4 plus 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 plus 328 انا كل اعناية اللي هتروح عليه الionite 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 2 يبقى الفامل اللي معاها ال 8 والفايف الفاميلي معها مين الفايف عشان كده هنكتب 672 بلس 328 بلس 335 بلس 665 يبقى انا كده عملت كميتوتيف ليه عشان جبت عملت to replace بعد كده هعمل to bracket the two bracket the two مع the eight والفايف مع the five يبقى كده associative تمام بعد كده هطلع الرزلط من هنا ودعك بقى يا calculator ياما تخطوهم في draft ياما تمام بلس عادي two plus eight ten zero under naming one one plus two three plus seven ten zero under naming one one plus three four plus six ten نفس الexample هنبقى three hundred thirty five plus six hundred sixty five لما ملون بلس يدوني one thousand عمل one thousand plus one thousand تبقى equal two thousand كده تبقى يسمعه closure خلي بقى لك الproperities لو انت نسيت تكتبها بتبقى بتنعص عليها اوكي احنا اتفقنا خلاص الفهم دعت التاني من هي one plus nine two plus eight three plus seven four plus six five plus five كل دول بيكونوا فين في اليونت يا مستر اوكي انا عاوز يكتب النمبر هو عاوز يعرف النمبر الذي لا يطلع البن اوكي طيب خد اي two odd one and a one one plus one equals two two هل ما يعمل الصم two odds هاي با ايقاوص هزين نعمل الصم between two even Example 2 Even Another 2 Even 2 plus 2 4 ال4 is even So the sum of two even numbers equal even number 3 an odd number plus an even number لما اخد odd مع even وعملون plus 1 plus 2 equals 3 يبقى هنا لما اعمل odd مع even يبقى equals very good odd if x is an odd number then x plus 2 اه انا هنا هعملي اللي بسيطة جدا وفي الاخر هقول لك تعمل ايه في 4d odd odd number اديني اكزامبل odd 1 plus 2 3 يبقى equals odd طب even 2 plus 2 4 even طب even اوزا اعملو plus 1 يبقى 2 plus 1 3 odd odd 1 minus 1 0 even انا بقى عشان رياحك لما تلاقي plus 2 او minus 2 plus 2 او minus 2 ال odd يفضل odd والeven يفضل even طب 1 plus 1 او minus 1 the even becomes odd and the odd becomes even يبقى في ال 1 ايه اللي بنعمل change the odd even the even odd اما 2 not change the odd becomes odd and the even becomes even اوكي طب طب احنا كده اخدنا addition و subtraction ايه ده ما خالتش انا subtraction او mister قال subtraction هي not usually closure بس اوكي طب انما لا فيها commutative ولا فيها associative ولا has no identity اوكي طب نجي ده multiplication and division نفس الكلام في الملتبليكيشن بالظبط انها عندها closure من هي commutative من هي associative في بقى هنا حاجة اسمها multiplicative identity يعني انا مقول two times كم تبقى equals two هتبقى two times one فانا عندي في حاجة اسمها multiplicative identity يبقى انا في حاجة عندي اسمها additive identity اللي هو zero اما multiplicative identity اللي هو مين ال one طب example هيكي قول use commutative and associative to find the result of the following number one two times three hundred forty seven times five قبل ما نكمل example نفتكر الاول حاجة تعالا كده نشوفها اه دي خدنا في primary four ان two times five equals ten four times twenty five equals one hundred eight times one hundred twenty five equals one thousand عشان عشان كده خيحنا كل اللي هنعملو هناخد two times five times three hundred forty seven انا عملت replace تمام الربace اكتب جنبها commutative بعد كده هنعمل bracket two times five in between bracket times three hundred forty seven يبقى كده associative two times five equals ten times three hundred forty seven هيبقى equals three thousand four hundred seventy دي كده close طيب example number two twenty times sixteen times five مستو انا معنديش هنا twenty خالص انا عندي two five قلي اعمل cover زيو زي ما انا عمل كده بالماوس اعمل cover زيو بقت كام بقت two يبقى two times five equals ten اه يبقى انا هيقول twenty times five okay يبقى times five times sixteen كده committed between two bracket twenty times five times sixteen دي كده associative انا عارف ان two times five equals ten واروح عمل drop للزيو لانا قلت عمل ه cover okay بقت hundred hundred times sixteen equal one six hundred يبقى دي كده closure okay طيب في عندنا الوصول زيادة في الملتبليكيشن اسمها distributive اسمها ايه distributive طب يعني ايه distributive دي تعالا نشوفها كده مع بعض هيجي يقول لي هنا 35 times 64 plus 35 times 36 لو انتو خدتوا بالكوا هتلاقوا ان 35 معمولة repeated هي والتايمز فانا اعمل كل اللي نعملو هكتب 35 one one 35 and one time okay and cancel another يعني انا هكانسل 35 دي والتايمز وهكانسل 35 دي والتايمز يبقى remember افتح open bracket 64 plus 36 واختب كده جنبيها distributive يبقى distributive انتو خدتوا بعمل ايه باخدوا repeated number بعمل ايه باخدوا repeated number okay طيب بعد كده هامل 35 times لما اعمل دول plus هتطلولي 100 هامل تايمز عادي هتبقى 3500 okay طيب تعالا نشوف number 2 هي بيتيجي في plus بس يا مستر تعالا نشوف هنا ايه ده ده في minus كمان ده فين repeated number اه ده repeated number المرادي في second number هنا كان في first number صح هنا في second ما نيش دعو بيه اذا كان في first ولا في second انا ندعو بمين هو repeated number اوكي يبقى repeated number هنا لو 43 يبقى take 43 one 43 and one time وكفر وكفر اوكي فيبقى هنا one hundred thirty seven minus thirty seven واكتبه distributive عشان ما نساش عشان ما نصق منقص عليها اوكي يبقى 43 times one hundred لما عمل one hundred thirty seven minus thirty seven هي يبقى equal one hundred لما عمل long times يبقى equal four thousand three hundred اوكي طيب example number three اوه هنا عاوزي بردك use distributed بس fifty two times one hundred one ايه ده مستر ده مفيش هنا repeated قال لي اه طب ايه الحل قبل ما نكملها كده تعال ركز معي بس في الاول كده انا هقولك ايه ايه اللي انا هقوله ان لما لقي nine ممكن اكعم a cancer nine دي تمام وكتب ما كانها equal هي ten minus one لما عمل ten minus one مش هتبقى equal nine اوه يبقى كل اللي انا هعمل لما لقي nine ممكن ا cancelها واكتب ما كانها ten minus one طب 99 هتبقى one hundred minus one nine hundred ninety nine هتبقى one hundred minus one طب 11 هتبقى ten plus one one hundred one هتبقى one hundred plus one طب one thousand one هتبقى one thousand plus one اوه ايه ده مستر انا مش هام منه حاجة اه انا كل اللي بعمله ب cancel number a greater d اللي مش هعرف اعمل فيها times تمام يعني نسلا مش هعرف اعمل five fifty two times one hundred one دي هتبقى ريخمة اوه طويلة فانا كل اللي بعمله بجيب numbers يكون فيه zero اللي هو ده ten يا hundred يا ساوزن فلو النمبر بتاعتي smaller than معمول لها decrease فانا اعمل minus لو معمول لها increase يعني هي افتر يبقى اعمل plus طب نرجع تاني الى اكزامبل بتاعنا فانا هنا عندي fifty two times one hundred one اه سمعتك يبقى الone hundred one دي ينفع خليها one hundred plus one بعد كده الففتي تو دي اعملها times للone hundred والففتي تو اعملها times للone هو ده ان انا بعمل times للtwo numbers تمام يبقى fifty two times الone hundred plus fifty two times mean الone لما اعمل دور times هيبقى equal five thousand two hundred و fifty two times the one تبقى equal fifty two اعمل plus تبقى equal five thousand two hundred fifty two another example forty five times ninety nine اه forty five times the ninety nine المفروض ان انا هعمل دي ال ninety nine ولا ال forty five لا ال ninety nine اخليها ايه اخليها one hundred بلس ولا مينس ياس مينس one اوكي تبقى كانت هنا ninety eight اه يبقى minus two تبقى كانت ninety five تبقى مينس five اوكي تبقى هنا يبقى forty five times one hundred مينس مينس ال one برده كده هكتب برده كده هكتب برده كده تبقى و اعمل distributed ان انا هعمل forty five times مين ال one هعمل الان تبقى و نحل برده برده الاول بعد كده نبدأ ناخد examples على exercise على اللي احنا خدنا طيب في عندنا اخر lesson three unit اسمها numerical pattern يعني مستر انا خدنا المستر المستر نفس المستر أحنا في المستر المستر نفس المستر Wirakul عندي المستر يجب نفس المستر و الأخصة five seven nine eleven space 5 becomes seven seven nine becomes eleven هي كده بتعمل increase or decrease yes increase لو هي بتعمل increase يبقى قدامي حاجة من اثنين يم عمل plus يم عمل times طب لو هي بتعمل decrease يبقى انا عمل يا minus يا divided نرجع هنا 5 7 9 11 هي بتعمل increase 5 becomes 7 يبقى عمل plus 2 7 becomes 9 يبقى عمل plus 2 9 becomes 11 يبقى هنا عمل plus 2 يبقى هنا هعمل plus 2 هتبقى equal 14 sorry 13 13 هعملها plus 2 تبقى equals 15 اوكي نمبر 2 1 4 7 10 yes decrease طب هي times او plus no 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 plus 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 what plus 3 excellent 1 plus 3 becomes 4 4 plus 3 becomes 7 7 plus 3 becomes 10 10 10 plus 3 becomes 13 13 plus 3 becomes 16 ok 2 7 12 17 and so on لو خدنا بالنا هنا 2 becomes 7 7 becomes 12 12 becomes 17 10 decrease or increase or increase or increase 10 2 becomes 10 10 10 2 become 7 10 10 and so on times plus 5 equal 27 okay number 4 12 10 8 6 here decrease decrease minus or divided 12 10 minus 2 10 8 minus 2 8 6 minus 2 6 minus 2 equals 4 4 minus 2 equals 2 okay 1 2 4 7 1 becomes 2 2 becomes 4 4 becomes 7 ah هنا بقى لو خذنا بقى 1 becomes 2 عم plus 1 بل كده 2 becomes 4 عم plus 2 4 becomes 7 عم plus 3 بقى هنا عم plus 4 excellent بقى becomes 11 11 become plus 5 5 5 equal 15 okay no no 11 plus 5 equals 16 sorry I'm so sorry okay time number F 2 4 8 8 16 space space here increase or decrease increase 2 becomes 4 4 becomes 8 8 becomes 16 إذا 2 plus 2 equals 4 4 plus 4 8 8 plus what equals 16 لا مش أحيانا 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 2 x 2 4 4 x 2 8 8 x 2 16 إذا 16 x 2 32 32 x 2 64 okay دعي number J 1 3 9 27 أحيانا تقريبا increase increase by what plus or times time is 1 x 3 equals 3 3 x 3 equals 9 9 x 3 equal 27 27 x 3 equal 81 81 x 3 equal 243 كذا تقول أن هنا unit 1 good boy وإن شاء الله أشوفكم مع unit 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2